موسيقى 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 وعن الريس نأجي وأخذها طارط 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 أريد نلقع لحم 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 اليوم حلقتنا بالعراقي بالعراقي تحية الأهل العراق العراق العظيم اللي خبل أهل العراق أروح لكم في دواء أروح لكم في دواء زين دقيقة أريد أساوي بالصاجات هميا أحس هذا يعني من تراث البرنامج اي هذا السيجنة شار مالتنا يلا جاهزة اي هلو عيني شتاقيتون شتاقينا لكم كومي مشتاقي شو بحر حيات يعني استقرار شنية كومي شنية كومي دقيقة لا تستبقين الأحداث عندنا محاور بالحلقة وعندنا إعداد بالحلقة زين هسا تعرفون كلش زين وإذا ما تعرفون هسا عرفتوا انه عرفتوا 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 انه هذا الموسم من بودكاسته ونص كلش مميز ليش ليش لأنه بكل حلقة جاي نحتي بلهجة اي زين هسا جاي نحتي باللهجة العراقية في دول أهل العراق أروح لكم في دواني أروح لكم في أنطيكم عيوني مها بلزح ما قليلي عيني مهاء 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 تفخيمي تيطوط فخامة اي مهاء شون تعلمتي عراقي اهاء آني للي ما يعرف آني أم عراقية صدود تحية للوالدة تحية للوالدة مهاء تحية للوالدة تحية للوالدة ماما آني كلش أحبتش وهاي تحية الأمي لأحار يعني مهما حتشيته قلت ما أقدر أوصف أمي ما أكن مثل الأمم يعني كلش أحبتش وترى ماما كل البودكاست كل الحلقات مالتنا تشوفها كاملة وتيجي تقول لي ما كلش حبت الحالة يما فدو الخالة خبل خالة مش احبت فهي ماما عراقية وطبعا اني يعني المفاجأة خالاتي عراقية صدوق شون صدوق شذب احلي بالعراق من عراقية فاني ارفحت عراقي من امي ورحت للعراق واني نص عراقية زيان انا لانو مرح تسئلي يعني انا اخر همتش لا عيني لا شون لا ترى اليوم انا تغيرت كل العراق كل العراق هدو لي اي عيني هدو لي ما هاوي انتي شون تعلمتي عراقي انا عزيزتي تعلمت عراقي انا اصلا بابا 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 كان يدرس بالعراق بجامعة بغداد ايه انا اهم اتخرج من جامعة بغداد وعاش ببغداد وكان يحتينا عن الاكل العراقي وعن الموسيقى العراقية وانا شاكة ان بابا عراقي مو مصري انتي هميا العيني وهميا اتعلمت بس ما اتعلمت شون احتي عراقي فيعني كانت اعرف عن الاكل اعرف عن الموسيقى بس ما اعرف اعرف بغداد اعرف هاي العراقي اعرف التعليم كلش قوي بالعراق كلش قوي بس حتي ما اتعلمت بابا ما اتعلمني احتي عراقي اتعلمت احتي عراقي من صديقة عمري شهد التحية شهد شهودة قلضي شهودة ترى كانت ويانا بالمدرسة شهودة تعرفت عليها بالسادس ابتدائي بالسادس بالسادس اتعرفت عليها بالسادس ابتدائي والى الان صديقات الحمد لله اللهم لا حسد الله اكبر الله اكبر شهد عراقية من البصرة تحية الاهل البصرة تحية الاهل البصرة ان شهد شهيدة وامها لا سأقول لهم ااااااااا إعتذر عيني اعتذر أنا وشهد كلش صديقات زيان وهي تحكي ويا يا عراقي زيان وأمها أصحرها خالتي يعني هي شي فدائما العلاقة كلش قوية كلش قوية دائما كلش قوية يمهم بالبيت وهما يمنا بالبيت وإحنا يمهم بالبيت وهما يمنا بالبيت ما شاء الله الله هو أكبر اللهم لاحظ زيان أنا طبعا وهذا اعتراف اعترفه هنا لأول مرة أول يعني أربع خمس سنين من صداقتي ويا تشهد شنت بس مستمعة بس أستمع ما شنت أفتهم كلش ما أفتهم هي تحكي ويا يا خطيئة تقولي ش سويت وين راحت شون إجازة الصيف ش صار وياها وآني ما دافتهم يعني السوفتوير عدي بعدها بالمصري ما دافتهم هاي شدة تقول هاي زيان وشنت كلش أستحي يعني أنا أستحي هواي يعني أنا طفلة خجولة زيان فشنت أستحي أقول لها ها شنو شنو يعني كش ما افتهمت فشنت بس أبتسم وأهز وأهز راسي هي تي هي تي فأنا بداية علاقتي ويا شاهد يعني أول يعني ثلاث أربع سنين مثلا شنو شنو بس مستمعة كلش ما مفتهمة كلش ما افتهم زيان اللي بنيا ما حست خطيئة اللي بنيا صابورة حبابا كل الشهد يعني مسئلة تشفت شي ما جاوبت أي كانت تستغرب ردود أفعالي أحيانا يعني أنا مو شنت أبتسم وهي تي إنه يعني أهز راسي إنه إيه إيدا أسمعت بس ثلاث أربع سنين بس كانت تستغرب أحيانا إنه هو يعني هاي شبيهة بس خطيئة شاهد كلش صابورة وأتذكر التحية لأم شاهد خالتي خالة ريحاب كانت الدزويها باللانش بوكس الدزويها باللانش بوكس إيه؟ فيتزا طبقتين أوه إيه هاي النوب هذا اختراع شون بيزا بيزا طبقتين ما تفتهمين شون بيزا طبقة وحدة إلا بيزا خالة ريحاب شون طبقتين البيزا عب هاي تسويها هذا فقط فالإيطاليين ما اكتشفوها هاي بس بيزا تخالة ريحاب زين شانت تتسوي البيزا طبقتين أول طبقة تخلي بها مرتدلة زين أي والطبقة الثانية تخلي فوقها الأجبان والصوصات والزيتون هاي الشغلات اللي نعرفها كلنا بالبيزا هاي اختراع بس السر كانت تسويها طبقتين بالطبقة الأولى بيبروني تخلي له مرتدلة هيك شكولات فهاي كانت نتخبل عليها بالمدرسة كانت شادي تجيب لنا إياها باللانش بوكس كل يوم وهذا كان يعني هذا شون اتعلمت اللهجة العراقية أتقنت اللهجة العراقية ويا صدقتي ويا مها بالجامعة مها بالجامعة وهمين صديقتي بان التحية الصديقتي بان من الموصل تحية الأهل الموصل فأتقنت اللهجة العراقية جامعة مالتنا كلها عراقية كلها عراقية دكاثرتنا عراقيين طلاب عراقيين جامعة المستنصرية كلها عراقين فأتذكر أول سنة جامعة هذه كانت تحتي نص عراقي نص مصري كلهم عراقيين فهي يعني منا بلشت إنه تكتشف مواهبها العراقية فكان أكو عندنا يعني مكان بالجامعة الاستراحة مالت الطلاب بها قنفات فهذين دائما تقول بالبريك يلا منا نروح نعود على القنافات من أعزائي من هذا المنبر أقول لكم إنه لازم تشتغلونا على روحكم يعني بس شوفوها هس اي باعوا الشون باعوا الشون هاي قصة نجاح قصة نجاح ترى فباعوا لا تخافون إنه أحد يشوفكم وإنتوا جاي يتحاولون اي ترى هوا يضحك تاني عليها اي 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 يعني إذا أحد ثاني كانوا يضحكون بيا كانت دمرت بس هي ما تدمرت هي ظلت ظلت أحاورة وأفتن شون والحمد لله قصة نجاح نجحة نجحة طبعا هدي لتعلمات العراقي باللهجة البصراوية تحية الأهل البصرا تحية الأهل البصرا وآني رح شيركم العراقي باللهجة مالة بغداد فرح تلاحظون فروقات بسيطة اي خلنقول لهم وهذا هميا إثراء ثقافي يعني مثلا يعني هاي الفروقات البسيطة اي فإحنا هنا ببودكاست تونس نقدم كل أنواع جميع أنواع الثقافات بس ما تعلمنا لهجة الموصل إنه بنتعلمها اي لازم نحكي ويا بان اي نحكي ويا بان تدينا نخابرها هسن خابرها زين الفقرة القادمة عن القصص مهاء 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 قليلنا شنو عدتش أول مرة إجت طديقتي السودانية تحية الأهل السوداني تحية الأهل السودانيين السودانيين كلش تحية يعني أنا أحبهم نحبهم كلنا هنا اي اي هميا مستمعينا ومشاهدينا مشتهدينا لكم مكان كلش كبير بقلوبنا بالقلب بالقلب ورا الظلع المي ينشلع يكون مكان كلش كبير لا أقول ليش لازم نأخذ كل هاي الجملة اي بكل حلقة ومشاهدين وشان قلتيها بكل لهجة ونلزقها سوية نلزق نلزقهن نلزقهن سوية سوية اي ونزق خوش ريل هذا خوش خوش محتوي خوش هذا النو بيصير ترند 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 ترى يعني اذا لاحظتوا احنا كلش نبالغ بردات الفعل بس يعني احنا دنسوي هاي الحركة بكل اللهجات يعني ما شفتون عش سوينا بالمصري باللبناني وإذا ما شفتوا اي الحلقات شفتوا إذا ما شفتوا الحلقات كلهن موجودات عيني دادة كلهن كلهن اي كل الحلقات دادة وهميا اريد اريد طلب ورجاء رجاء من مستمعين رجاء مستمعين ومشاهدين هميا من تسمعونا يعني النوب لا توقفونا على الوحدة يعني ما يصير هيدشي الامور لازم تمشي زيان احنا قابل دا اتعلم اي انا دا اتعلم قابل احنا يعني فأنا اذا لا تضبفتش يعني سامحوني زيان 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 اي اوكي هس قلني ان القصص ما لتتش اي طبعا انا فقرة القصص فأنا راحة منش انت صغيرة اي بيتشتي بايبري منش بايبري بايبري تعرفين قصة بايبري لا صراحة اي هاي مالت عشر تالاف عقايا للطهائية للبايبري بايبري كلش حبيت اتخبل اتخبلت على بايبري احس احس يعني من هنا ما نقول بايبي هيشي عادي احس ما لها طعم بايبري هيشي تحسين يعني تحسين اكو لها هيشي فدوزن فدرنة اقول لكم والله هذا الفيديو يخرب ضحك اي خبر كتبوا على تيك توك عشر تالاف دولار شي لا يثكر بالعراق 10-30 دولار شي لا يثكر بالعراق هاية العدية بتطيها بايبي بايبري من تقولون بايبي هاي 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 شنو نسمها بالعراق اخدود اخدود عادي ايه هاي الخدود هيش تعبوها هو زيان بايبي بايبي للعراق بايبي مالذي تططي هذا البابي لماذا تشايفه سبايدارمان هذا العشق هذا الفيديو المفضل الفيديو المفضل ماتية يعني أنا كل ماء بأزرال ليش الأطفال يحبونك شونك سبايدارمان ما هي حركات سبايدارمان لماذا العطفال يحبونك بريك دانس ما هذا هو هاركات بريك دانس يعني الكنتراست بالشخصية بريك دانس بريك دانس اي عزيزتي اي فاني رايحة للعراق من شنت باي باي من شنت باي باي شنت طفلة يعني بالصف الاول الثاني يعني بالستة بيا سنة بيا شهر اريد التفاصيل كلها عزيزتي يعني دا سجلين تشنو دا سجلين الاحوال مدنية جوازات تشتغلين نحنا هنان بالبودكاست نسولف عيني ماذا نقدر نسولف كل شي دقيق هنان عدنا كل شي عبالك احنا هي شو مجحل لا دادة كل شي هنان بالورقة والقلم اقولك دي سوك تشكيت حيشي قل الله هاي السالفة تابانا ماتش قل ليلة هاي السالفة تابانة متش اي هاي السالفة تابانة تاليت هذا الغيشه اي فااني رايحة للعراقية اهلي عدة مرات وطبعا شديد ذكريات كلش حلوة اوجه تحيل اهلي وخالاتي واخوالي بالعراق وبناات خالاتي وبناات خالاتي بعد طبعين تحية لكل أهل مها بالعراق راحين يعني تشلنا طبعا نلعاب وأني يعني أتذكر يوم كلش مميز رحنا للحبانية سوينا سفرة اي شنو هاي الحبانية اي هاي منطقة يعني هي خلوة سهلية يعني ماعرف صراحة اكو بحر اكو مي اكو مي اي اكو مسطح مائي اكو مسطح اعتقد من دجلة الفرات مدر يعني ماعرف ياهو شنو هاي او بحر اللغوة تعبانة متندل كش متندل متقر كش ما اعتقد لها يا سلا ما تتذكر يا شهر ما تتذكر خلينا نسوي جوجل جوجل ها يا متتذكر المنطقة ساحلية ما تتذكر يعني مو زين من عدي ذكارة المنطقة هاي شنو هاي طلعت كلش بعيدة هذا بحر اي كتبونا بالتعليقات كتبونا بالتعليقات رحنا احبابي عدي صور عدي صور صور بكذب عدي صور عدي صور بحر وشانت جارتنا الله يرحمها كان اسمها ام عدنان ام عدنان كانت جايبة جدر دولمو ايه بسفرة تخبونا ايه بسفرة عراقية تخبونا يعني شراقية لا يعلى عليها لا يعلى عليها واني كلش هضوج خصوصا مين تكون البصلة تخبو على البصلة ايه بسفرة 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 صوتي عالي هل إتم الضايقين عبالت مالتنا عرفت قصة تعبانة صاروا إيايا بالعراق من سافرنا للعراق أعتقد هذا السبب أمي بعد وما ودتنا أبد شنو صار كان وقت الحصار طيارات ما تفوت سافرنا بالباص بالباص بالكوستر سلو هالكوستر أكو عدي مصدر قل لي ينبع ينبع عدي مصدر إنه هميا الباص تصيحوله كوستر هاي أنا معرف قد يكون المصدر خطأ أنا معرف كبولنا بالتعليقات هذا الحاتش صح لولا كتبولني على مود ما أنشر ثقافة خاطئة عن العراق العظيم عافية في دول العراق في دول العراق كل العراق كل العراق كل العراق زيان رحتوا بالباص رحنا رحنا مسافرين بر من الإمارات إلى العراق وماكوا طيران لأن كان وقت حصار كلكم تعرفون بذاك الزمن خطأ فشان الطيارات ما عرف يعني شنو صار رحنا بالباص شنو صار الباص ياخذتش من العراق للأردن من الأردن للعراق هاي بالرجعة راجعين اي بالرجعة اقول لك هاي حركات تفتعبان بطليها هاي حركات جوازات ما تتل خل واحد يسالف يحتي معلم مستمعينا ومشاهدينا يفتهمون السالفة من العراق للأردن انا راحة للعراق هاش بيكم غير بالرجعة غير بالرجعة بس دا وضح دا وضح الموضوع الموضوع واضح عيني بس إتي اللي مواضحة يو يا هاي هاي شبيه هاي شبيه صوتي مو صوتي صوتي آني لا بالي يمت عيني لا بالي يمت انه قصة تكون واضحة على موض متابعينا ومشتهديني ومشاهديني يفتهمون السالفة تكون واضحة بس خلص انطمو اسقط لا حشات عيني تحكيني انطمو اسقط ترديني ترديني بالبودكاست اروح لتفدو آني آني انطيت عيوني قلبي اشلع قلبي هي تشهم لتشلعي أشلع خليه عافية لا تشلعي الرئيه ماتي كل ما زالت السالفة تشلع قلبها شبيتش دادا نريد قلبك بيتش نريدك حية ترزقين فدوة يلا يلا زين فأني جنت مسافرة خلنا نقول السالفة التعباني خلاص الحنطمو اسقط سوري أنا جنت مسافرة يعني جنا بالعراق راجعين للإمارات وركبنا باس من العراق للأردن ترى هاي القصة كلش أثرت بيه وشنت ما أقدر أحكي بيها إلا يعني هست شافيت وصرت أقدر أحكي بهاي القصة سودة علية لأن شنت كلش متأثرة سودة علية مريت بتجربة هاية رومان هاية صدمة الطفولة شنت راح أفقد حياتي عزل عزل إيه 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 كانت أنا كلش صغيرة كانت حلقت دوتني بايبي بايبي كانت بايبي بايبي كانت كلش صغيرة فسافرنا من العراق للأردن بالباس والباس عطل بالطريق سودة علية فقعدنا باستراحة بالطريق وكان اكو تايرات بالقاع بالقاع تعرفين تايرات بالقاع فاهلي قاعدين على التاير واكو استراحة واني دا العب على التاير طلع شنو طلعت طلعت التاير مغطي الشسمة طلع هذا التاير بداخله اكو حفرة شبيرة هاي الحفرة شنو بيها حفرة بالقاع ايه بيها شنو يو بنزين وصخ يو ايه عزل عزاني عزل عزاني انا دا ألعب وأقموز وألعب وأنا طفلة صغيرة هالقدوتني ايه وقعت وقعت بداخلها ييه واهلي ما دا يعرفون انا وين صودة علي كان امي وأخوي وأختي وكلهم دا يدورون عليه ما يعرفون انا وقعت لان احنا عباننا هاي بالقاع يعني ما نعرف انه هاي حفرة ايه ايه وشنو اكتشفوا انه آني وقعت بداخل هاي الحفرة زين ما طلعتي صوت مو هذا شونش القوامات البنزين ايه كلش لزج ايه وثقيل ايه يعني مو مثل المي انت تقدرين تطفين بسهولة فاكيد ما اذكر بالضبط شنو صار طلعت وصرت هيش اصرخ خطية ويعني اكتشفوا انه واني هنا فاخويه يريد يسحبني ما يقدر لا يقدر ايه 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 فكلش كانت لحقا ايه عباري خاص متد سودة علي وقعد يعني طبعا ايه 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 ت اببيه ع Council ايه وودنين للحمام و يا ايه طبعا امي الحمدلله ما سمعت لهم تحية لخالấp امه ت الحية لخاله امه وغسلوني جابوا تايد السون ويكتر هذا الصابون ويكتبو عليه ويكتبو ويكتبو كلهم الحمام جماعي هذا صار ويكتبو بالصنده تعرفين الصنده؟ اي اي سوو لها بسي المعدة دقيقة دعني نقول للناس اللي ما تعرف الصنده يعني بايب خرطوم مية خرطوش خرطوم مية خرطوش خرطوش خرطوم نحنا ما نصيحنا لأن الخرطوم هي العاصمة اوه اوه نرجع للحمام الجماعي فبعدين آني طلعت من هاا تجربة طبعا بابا مشان عام فنوصلنا للاردن للأردن ريكمنا الطيارة ورجعنا فأني أذكرت كل شيء صغير أول ما شفت بابا بالإمارات بابا وقعت في أفر الزيت وهو شنوق فكانت تجربة كل شيء تروماتيك تعلمت منها أنه ما أقعب أفر بانزين والحمد لله من ذاك الوقت وأني أتفادى البانزين الحمد لله شنو تألمت من التجربة كوشي ما أتألمت كوشي ما أتألمت بس انصدمت وها هي قاعدت صارت بيها ترومة ها يمكن بسبب هاية الترومة يمكن أني خوافة أعتقد عدتش نظام دفاعي إيه إيه إنه جسمني مربحي شي صدمة إيه لا إيه لازم يكون أكون نظام دفاعي مو أنا عدي فير أف أثورتي إنه دائما أسمع الكلام ما أحب أسوي تيب هاي اللحظة شخص ما أحب زيان هس بهاي اللحظة يمكن بهاي السبب السبب إنه أنا ذاك الوقت يعني أكيد بذاك الوقت أمي قلت لي لا تلعبين لا تلعبين لا تلعبين لا تلعبين قودي 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 ما سمعت فأني وقعت فيمكن من ذاك الوقت لي هس آني عدي جود جيرل سندروم إيه إيه إذا أسمع الكلام ما لورا حفرة البنزيني وفخانة وما أسوي اللي أريدة إيه فسببت لي هات ترومة هذا مرض نفسي صدقين هاي إيه هاي اللي طلعناها هسا بالبودكاست هاي إي كسinekTH Yeah إيه إيه إيرادلها فات شنو فت خمس تالاف درهم إي والله إي والله أي والله ali هلوا قعت تعمبر إيchair ايي خوش هذا الوعي بالذات كلش مهم عزيزي كان المفروض أحكي بيها من زمان حمد الله شكرا عزيزتي عزيزتي على هذه الحلقة عفو عزيزتي ولو عزيزتي هذا شيء لا يذكر مثل 10,000 دولار بالعراق 10,000 دولار بالعراق شيء لا يذكر ما عديتش همين قصص ثانية طبعا أنا غير هاي عدي ذكريات حلوة كلش بالعراق بس هاي أكثر شيء أذكر هاي الشيء اللي شاركناه بالبودكاست زين عزيزتي هسا نقدر ننتقل للفقرة الثانية من البودكاست وهي فقرة المفضلات زين لا تحكين أدريش رح تقولين أريدش لا تقوليها أريدش لا تقولين هاي اللغوة تعبانة هاي الحدشة تعبانة ماتتش أريد أقولك فتشي شنو أنا بتخاطع شاعتها كلمة مفضلة ما عروف إذا بعدها تستخدمها لو لا شنو هي إذا ضاجت من فتشي دائما تسمي الأشخاص النماذج والأشياء الفقرات فهي كل يوم هذا النماذج آني كلش أضوج من هاي الفقرات وهاي النماذج كلش أضوج من هاي الفقرة يعني مثلا علقنا بالازدحام كلش أضوج من هاي الفقرة ضايقت من أحد كلش أضوج من هاي النماذج حبيتها حبيتها رح أعتمدها من كلماتي المفضلة زيان هسا نبدأ بفقرة المفضلات زيان نبدأ بالأغاني المفضلة أول شيء من أغانية المفضلة كل شيء لإلهام المدفعي عشق إلهام المدفعي شون إلهام المدفعي يعني أنا أعشقه أغانية تخبل ما لي شغل بالسوق مريت أشوفك بالألحان الشون تخبل ما لي شغل بالسوق مريت أشوفك هاي أغانية ما لي شغل بالسوق الإلهام المدفعي تخبل أشجعكم مستمعينا ومشاهدينا اتفتحون اتطبر على جوجل اتطبر طبو الطبون على جوجل تكتبوها بالسيارتش اغنية كلش قوية اكو همين اغنية كلش قوية لالهام المدفع كوش اعلم اي اي اغنية همين كلش قوية لالهام المدفع خطار شرحي لهم شنو يعني خطار اي خطار يعني زوار اي بس يعني جايين خطار جايين خطار جايين ضيوف خطار ماتش نتعرف معناها عبالي جايين جيش خطار جاي في الشيخ بس احس انتبه اكو ضيوف جايين انتبه امامك مطب خطار احس الاميات اتفقوا على هذه الكلمة خطار نطفوا كلش نطفوت فوق التورباية تحت التورباية وراء خنفة بالهاية بالكنتور فوق الهاية الضيافة العراقية غير شكل ترى الضيافة العراقية غير رفعت الستاندرد مالتي من اطول اي بيت احس انه الضيافة شون اقيمها لأن si contar importante من الطبيات حقا الي nível نظيف حقا 리�م حقاbene حقا 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 الكباب تجي وراها الحلويات تعرفين شنو أكبر صدمة بالنسبة إلي أنا متعودة على الكبة اسمها كبة انصدمت صدمة حياتي من عرفة اللبنانيين يسموها كبة كبة أحس نفس كبة 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 زيان خطار أغنينا ياها واضح أني حظتها هاي فقرة محرجة فقرة الإحراج وأكو أكو همي أغني الإلهام المدفع تخبر كل شي أحبها ايه بابوري رايح بابوري جاي بابوري محمل سكر وشاي وطبعاً ما ننسى كاظم الساهر كاظم الساهر كاظمي تعرفين نظم الغزالي ايه طبعاً هل يخفر خبر هل يخفر قمار شون على نظم الغزالي شون فوق الناخل فوق يا باب فوق الناخل فوق تعرفين تعرفين تفسير هاي الأغنية لا أقول لكاني هسا شون ايه فوق مو النخلة الشجرة شجرة مو الشجرة ايه مو النخلة اهنانا ما يقصد النخلة ايه اهنانا دقيقة المايك هسراح يوقع اكفي اكفي اقول لكاني شون مو النخلة مو الشجرة إلنا خل اهنانا خل فوق لا بالبناية اهنانا ايه جديات من الشاقة لا اقسم بالله بالبناية بالبناية بالسكة يعني إلنا خل فوق جديات من الشاقة وهي أرض خمستالاف فدان يعني ماي خالص اسوي سرش سريع على هذا الحتي قبل الله تشفص بالحجاية يعني هو متقصد تفسير الأغنية متقصد انه احنا عبالنا نخل هو مو هي تقصد شعبالت اغاني العراقية هي تشي بس تنقل كلها بلاغ شعبالت شعبالت طلعينا طلعينا منه المغني الاصلي دقيقة اوك في دقيقة طلعينا دقيقة النظم الغزالي زيان فوق النخل الأغنية عراقية تراثية قديمة زيان واحدة من أجمل أغاني الفلكلور البغدادي الذي رددها الناس في جلسات السمر والمناسبات صحيح جلسات السمر السمر والمناسبات زيان وين المعنى ده تطلع لنا المعنى فوق إلنا خل فوق إلنا خل عرفتي شون دقيقة اوك في هذا الويب سايت كلش طويل شابا شابا خلوقا ماكو مصادر عربية شابا خلوقا من عزاب بغداد ساكل دور الأرضي ما قتلتش بناية طابقيا زيان في أحد البيوت وكان يخرج إلى عمله ولا يعود إلى مساء فيدخل غرفته دون أن يكلم أحدا وفي مرة من المرت لمح وجه فتاة جميلة تطل من الطابق العلوي فوق فوق يا طابق بالله طابق العلوي زيان هو بالأرضي هو بالأرضي ثالث ثالث رابع خامس كلش بعيد الشاني الشاني شوفها من الخامس وبعدين بذاك الوقت هاي زرقاء اليمام من النوب مو مو شاب واسيم لا عزيزتي دقيقة أكفي زيان ولكن التقاليد والأعراف السائدة أنا ذاك مناعته من التواصل معها لذا لجأ إلى الغناء كوسيل هذا غزل باع الشان الشباب كان تتعب الشباب كان تتعب على مد يجذبون انتباه اللبنية مو مثل هس الشباب التعبان الشباب التعبان ينزلها إيه موجبة تفتهم على الإنستغرام لو يسوي لها لايك على صورتها لو يشوف الستوري بدون ما يسوي متابعة شنو هاي الحشاية التعبانة شنو يسوي يسوي لايك على الستوري هي الستوري 24 ساعة زيناني شوكت ألاحق بدون متابعة حتى متابعة ماكو أم داكم قل زرقت وزق نبوت دقيقة أوكفي انبهر بجمالها فهو كتب لها على مد هاية الأغنية في الطابق العلوي باعشون شنو هذا الجمال شنو هذا الجمال والله تعبد شنو هذا الجمال والله عنك تأبت مدري لمع خدة الله ياوا مدري القمر فوق شنو هذا الجمال القمر فوق مو فوق بيا طابق بلا سئلي بيا طابق تشان دقيقة أوكفي دقيقة أكو أكو ها أي هسا الجيران سمعوه لأنه هو كان يغني كل يوم هاي الغنية على متسمعه ها هو كان يغنيها بالبناية بالبناية ها شنو هاشقن صدق شذيب أي هشون فضيحة أنه يعني شون يجد بانتباهها جريء هاي شجاعة 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 ويقال إن سكان الغرف المجاورة انتبهوا على هذا الصوت الجميل فطلعوا من مساكنهم على ما يجعرفون منو هذا الصوت منو جاي جاي يغني زيان وتكرر السافة تكررت كل يوم زيان وراها شنو قاموا يغنون ويا شذب على الواحس على الواحس على الواحس يغنون ويا زيان أخذهم الواحس أخذهم الواحس فصاروا يقولون بدل ما يقولون فوق النخل نسقوها فوق النخل وهي شي صارت الغنية ايه ايه شباب وهو ما يعرف هذا الرجال وهو ما يعرف يعني ألف رحمة علي ألف رحمة علي قليلي قاني شنو تمهوسة بكاظم الساهر كل يوم أقعد تعرفين إنو بقاني صدمت ابنها مادري بيها رومانسية كلش رومانسية كلش محادي يعرف تسمع أغاني كاظم شننت صغيرة نشغل على الكمبيوتر ايه أقعد ايه تذكرين شنو من نشغل الأغنية ننزلها ايه تفتح 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 الكبرى يشتغل والأغنية هي تصير تسوي بالكمبيوتر يعني تفتح 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 هاي شننت كل يوم أقعد أسمع أغاني هل عندك شك أنك أحلى وأغلى مرأة في الدنيا أحب هاي الأغنية هاي الأغنية تخبل هاي أكو أكفت وأنشو فيه كتاباتي ترالالا ترالا 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 غالية أنت غالية لا أدري كيف أباكي الموج على قدمي لا أدري كيف مشيت إلي وكيف مشيت إليك دافئة أنت كليلة حب من يوم طرقت الباب علي ابتدأ العمر هل عندك شك؟ أداء رائع أداء رائع خبط أنا شنو صدمت بكاظم حتى الفريق قام يغني ويانا قام يتسلطن ويانا على كظومي في دول الله أنا حضرت لحفلة كظومي صدق جديات جديات؟ جديات؟ ما شاء الله شنو هذا الصوت ما شاء الله تبارك الله ماكو مثلي ساعة كاملة غنى بدون توقف غنية وراء غنية قاوي كلش قاوي كونش كونش أسطورة قالوا لي شبك؟ كظم معروف يحي حفلة ثلاث ساعات ربعان شو اسم هوا؟ فتحة حنجرة القيصر القيصر إيهي؟ إيهي دي ثلاث منين انا حفلة مأمر أريد أن أتحدث عراقياً لكي أتحدث عراقياً خالة يا خالة خالة يا خالة شقد القلب يرتاح لمن أشوفه لمن يشوفه أعتقد طبعاً ساج دعبيت كانت الراعي الرسمي بأيام الجامعة تقعدني الصبح زين يعني هذا أقوى من أقوى كوفي ماكو أيام كان عندنا ابتحانات زين والواحد منايم زين منايم نوائياً والمفروض أن أخذ سياقة لنصة نكتبة على الطريق زين وشنت أنا منايمة منايمة حالته Nora وراي من السبعة الصبح بالجامعة السبعة الصبح بالسيارة مثلك ساج دعبيت بالسيارة إلى أن أوصل للجامعة لأنها الطريقة الوحيدة تغيرين جو وتقومين وتقعدين وتحصحين تحية لساج دعبيت لأن أنت أنقفتين بالحفلات بالسياقة بالسياقة بالدوام للجامعة أنقفتين كل شيء فدوى القلبك الآن سننتقل هذا فدلغز عيني إذا لم تعرفون هذه المقابلة اذهبوا وشوفوها هذه المقابلة لماذا نقول وعزيزتي من ساج دعبيت لأن هناك مقابلة انتشرت لها لن نقولها لن نفوت بتفاصيل لدى تحتيوية المذيع فهو قل لها يعني قصدة شي شي قلت لها آهان إي فإحنا هاي الآهان صار لنا سنة نقولها سنة كاملة سنة إي تصدقين وهم لغز لغز هذا فدلغز هذا فدلغز فدلغز زيانة عزيزتي إي ننتقل للفقرة الثانية من المفضلات إي الفقرات التليمات.. الكلمات المفضلة العراقية اي كلمتي المفضلة هي دقيقة دقيقة أوكفي أوكفي هاي كلمتي المفضلة أحبها، هواية أكفي تخبل دقيقة أوكفي بكل شي ترهم أوكفي دقيقة ترهم دقيقة أوكفي ترهم لاي شي أي شنو قلت كلمتش العراقية المفضلة عزيزتي آني عزيزتي هاي كتبتها هاي كانوا يقولوها دائما اسمعهم و الى الان يعني من تشوفين احد تريدين تدمرين ثقته بنفسه اي يعني تريدين تسيئين لهذا الشخص شو تقولي له؟ دروح تشنكفت تشنكفت شمار داقولي تشنكفت شمار داقولي او تشنكفت مكتوم فيله عزيزتي هاي شنو؟ عزي! اعتذر اعتذر هذا يدمر اني ما ينطلع بيه هذا شي شي commitبر اي ما ينطلع بيه اي والله ما ينطلع بيه حيد شي مدمر هاي اي والله ما ينطلع بيه الصراحة زيان اوي ايه ايه يقوليها الاكل لاين فقر NOW كلش تعبانة ايه فقرة تعبانة جاية بس مو هسة الفقرة تعبانة جاية بس مو هسة ايه ايه زيان ايه فقرة الاكل المفضل مين ابدأ يرادلها في الساعتين ثلاثة اي والله ايه ايه فقرة الريوق ايه تتصدر عدي قائمة قد يعتقد البعض اني رح اقول باقي اللي بالدهن ولكن ايه سوربرايز سوربرايز مخلمة سوربرايز مخلمة مخلمة المخلمة هي عبارة عن بيض بيض يجيوية لحم لحم و حمسة هيتي ما تذكر شنو المقادير هاي الوصفة لانو انا اكلت الوصفة ما سويت الوصفة انا بس اكل هاي الوصفة ما اسوية ما اعرف شون تسوى كلش طيبة عاشت ايدة شخالة ومشاهد رحاب الوردة ووردة مال الله هاي بفقرة الريوق ايه يعني اكثر من لا همين كاهي كاهي ايه من خصوصا من يكون الجامر زيان هذا الجامر ايه العادل هذا الي يتي هيتي الي يجي من العراق لفائف هيتي لفائف ايه رولز ايه شنو بس جابت مرة بس بعد ما جابت كلش طيب ما العراق اكيد بس يعني المرأة وين تشيل الطرشي وياها ترى عادي ما بيها شي شو ما بيها قيمة مرة طرشي تعرفين مرة اماما شنو جابت من العراق شنو جابت من العراق شنو جابت كباب عراقي كباب عروق كان احلى لا كباب هاتي اه مو عروق كان احلى كباب ضايقته بحياتي يم يعني هذا كوم والكباب العراقي اللي بالمطاعم العراقية اللي هنا كوم ثاني غير شكل غير شكل غير شكل غير شكل مو نفس الشي مو نفس الشي زيان انتو شنو اكلتش المفضل بالريوق ها ها اني طبعا ويا استقانة الشاي الشاي طبعا اهم شي ايه الشاي العراقي اللي مهيل اهم شي الشاي دقيقة اكفي ايه الحمد لله يرحم شا الله دقيقة اكفي اكو واحدة في الثاني هذا معدي ما ادري ات وحضج ات وحضج عزيزتي ات وحضج ترى يعني الواحد يعني عده شغل عده عائلة عده التزامات ايه دوام ما ادري ادري شا سوي شا ستعطصين بوجهنا ترى ما يصير اعتذر عزيزتي هذا ما بيها مشكلة زين فقرة الريوق زين خالة 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 اني هايس رخصية اريد اسميها خالة خالة يرادلها فاتسم هي شي خالة خالة فائدة خالة ابتكار لا خالة امتثال امتثال او اعتماد خالة اعتماد ايه كلش قوية امتثال كلش قوية خالة اعتماد او لميعة لميعة او هيتش فد اسم احس خالة خالة فائدة فائدة اعتماد اسم قوي هيتش فائدة اسم كلش قوي لا ليش انتصار انتصار خلنسو ايه هاي انا زي مستمعينا ومشاهدينا عفيا اعتمدولنا اقترحونا اقترحونا هاي الشخصية شنو اسميها اقترحونا هاي الشخصية تعبانة اتلبستني هاي شخصية ما عرف هاي شخصية شنو بس اعتبر اسم ارادلها اسم خالة فتشي عفيا اكبونا بالتعليقات ايه اعلموا نعتمد اسم ايه و جبن بيض بيض عيون عيون ايه بيض و جبن بيض ايه طبعا المخلمة كلش احبها ايه امي ما تحب باقي اللي بالدهن ما اعرف بيش كلش ثقيلة يعني تخبل الباقي اللي بالدهن وما تقبل تحسينه يعني فأني ما تعلمت اكلها اه اه اكو هاي اشياء ترى امي ايه كلش ديكتاتوريا بالاكل صدق يعني اذا هي ما تحب الطبخة ما تسوي ما تسوي ايه ما يعني هي تسوينا الاشياء اللي نحبها بس اذا هي ما تحب شي ما تسوي يعني شنو ما تعرفنا عليه اه فأني كلش ذكية ما تعرفت عليه كلش ذكية هاي الحركة اللي بعمر شبير ايه ايه اتهمتي شون شون حركات خالة هاي شنو شون حركات خالة شنو حركات سبايدر مان شنو حركات هاي خالة شون حركات فأني مثل يعني اي شخص عراقي اصيل ما اقدر امارس يومي بشكل طبيعي اذا ما اكلت بيض الصبح مستحيل بيض وشاي وجبن ما اقدر يعني يصير بي اكتئاب وهي تعرف ادري هذا الشي لان اشتويات اكو هم من فقرة الريوق فلافل وعنبة مو على مود الفلافل على مود العنبة العنبة هي مخلل منغا ترى مين تسمعوها تحسون اكفت شي خطأ حسون المنغا مكانها بالعصير بالسموذي بالكيك بالموس بس لا ترى مين تصير طرشي ويا الفلافل كلش طيبة كلش طيبة فالاختراع هذا جربوه ما راح تندمون بس ريحتكم اليوم كلها تصير عمبة فكلوا قعدوا بالبيت هاي النقطة كلش مهمة النقطة كلش مهمة مستمعينا ومشاهدينا اذا جربوا هذا الشي لا يقولون بعد شنو يقولون ريحتنا صارت عمبة ما قلنا لهم لا 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 جادة ما يصير ما يصير اخذوها بصمونة عراقية صمونة العراقية ايه هسا نجي لفقرة الغدة طبعا احنا ما راح نسكت لان احنا نحب نأكل العراقي العراقي مبخ كلش قوي ايه جبار اول شي عندنا الدولمة اكيد تتصدر القائمة خصوصا البصلاية اللاجعة ايه البصلاية نتعارك عليها نتعارك عليها البصلاية ايه ترى انا اريد اوجه رسالة دقيقة اريد اشرح لمتابعينا ومستمعينا ايه شنو يعني لاجعة لا انو الدولمة العراقية شنو اختلافها عن المحشي او غير دولمة هاي النقطة ايه نقطة كلش مهمة كلش مهمة لان انا كلش اضوج من احد يقول انا الدولمة محشي مو نفس الشي ايه اكو التكنيك نفس الشي يعني ازا كونسبت من تجيبون اخضار وتحشو تمن وهاي الرز يعني وتخلوها وتطبخوها ايه كونسبت على مود الناس يعني الحضارات تتقارب ايه يعني اوكي ولكن الانكهات كلش وطريقة التحضير كلش تختلف كلش هو اول شي ايه هي بيها اه موضة مزازة احموضة مزازة زيان فتهمتوا علي شون ايه يعني هي شي بيها بروفايل ليموني بروفايل يعني هذا ما الفيسبوك فليفر بروفايل يعني هاي شنو عيني يعني هيطي طابة كلاما طبخ عيني شعبالت شعبالت كلشي عارف شنوب بالطعم بالنكهة ليمونية حامضة ليس حامضة خربانة حامضة يعني مززة يعني ليمون عرفتو شون زيان سيترك كافي كافي هو حشيتي كلمات وهميا اكو معلومة كلش مهمية يحشون البوصل مو كل ناس تحشي البوصل وهي ارادلها فن هميا والورق مال هاي مو ورق عنب سيليك هذا الورق مو ورق عنب سيليك وهميا الحشوة مالتها اعتقد طبعا انا كل شي ما افتهم بالطبخ كل شي راح اقولها راح يطلع غلط بس شنو اعتقد اعتقد انه بداخلها اكو لحم هميا اعتقد انه على حسب الديبخ لا لهي دائما انا راح اسكت اكو ناس تسويها بطريقتين اكو ناس تخلي لحم بالحشوة لحم مثروم اعني 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 بقاعد جدر من تصفطين صفطين من تصفطين الشغلات تصفطين اول شي طبقة بوتيتة تصفطين بوتيتة وراها تصفطين اللحم اللي اضلوها الريش تصفطيها وراها تصفطين البصل والشغلات والسلك قلي لي امود يحطون لحم بداخلها وهمين يصفطوها اذا فلكس حبيبتي فلكس ما لا تعز ايه باعوا بيت نشون ناكل لحم لحم ايه ايه تخبل هاي شرحيها عيني صدقاني كل شي ما افتهم بس شوية افتهم تفتهمين بالاكد هايذة تمن يكون تمن ويا تمن يعني رز شبت شبت هاي شنو ايه انا ناسيته ايه ترى انتي عراقية اذكرتش شعبالج ايه والله فدوة شعبالج الشبنت هو الشبت ايه بالانجليز انه بتحكي كلش قوية بالانجليز احكي لغات تاني كلش قوية بالانجليز وهذا ينطب اخوية فول اخضر ايه انو هذا الفول الاخضر غير الفول العادي اللي يأكلوه ايه ينطبخون كلهم وهذا اسمت من باقي الله ايه عشتي عزيزتي على هذا الشرر حبيبتي اللي خبه فدوة القلبتش حبيبتي حبيه هلو عيني اكلة ثانية اسمها القص العراقي ايه ايه مثل السمتة مثل السمتة كيوت ايه 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 احس انه هاي الكلمة اينه تفسيرها انو إنو ado يعود الى رشدة الى صواب ا prelim Hi people واو علمواذ تعيدين去gruppe الى صواب ا china صدق و 소�د هاي ايه annah ايد WiFi ايه ايه ذا صح لي الخطأ حسناني خطأ هذا صح بالحكة صح له خطأ ها مشاهدين مستمعين عالي ما هي ذكية ماذا ذكية ما هي ذكية ما هي ذكية المصطلحات خلصت ما هي ذكية تعرفين ماذا يعني تشلق اي طبعا شلوت شلوت كيك ترى أنا أحب أقول أنا دائماً أستمع الهديل تحكي عراقي بس أنا اليوم انبهارت انبهارت كلش أنا هسا منبهرة زين جاهزة ننتقل للفقرة التعبانة لا ما حكينا على الكباب العراقي الشون ما نحكي على الكباب العراقي الشون ما نحكي على الكباب العراقي ترى أنا بس كلش دهين عدي تعليق كلش دهين كل شيء عراقدي ترى إذا تروحون مطعم عراقي ما تطلعون يعني لا تسوون بلان بعد أي مطعم عراقي روحوا للبيت وصوموا قبلها وثاني يوم تسوون جوسينج تسوون دايت ديتوكس أي والله يعني أنا المطاعم العراقية والأكل العراقي كلش تغير كلش تغير فهذا الكباب يختلف عن كل أنواع الكباب لأنبي ما عروف الشون الشون اللحم جوسي جوسي وهمي وترف يعني كل شي تحطون عليه السماق وتاكلوه ويا هاي الأشياء الخضار هاي طماطي الريحان نعناع مدري شنو الريحان الريحان البصل أريد أحكي على المطاعم العراقية ضيافة المطاعم العراقية غير شكل أنتم من الطبون المطعم الطبون من المنيو زيان ولكن كرم المطاعم العراقية غير شكل الطبون المطعم فجأة ينزل شربة عدس وصحن خضرة بخضرة بخيار بطماطع بريحان ببصل بطرشي زيان ويا الخبز والخبز أنواع السمونا العراقية وخبز هاي الخبز الثاني التنور التنور هاي هاي بس هاي المطاعم هاي افتتاحة هاي بدون مقابل هاي بس هي شي يعني انه بس جاي كومبليمان اي بس يضيفو تشي شي اكرامية من المطعم هاي بكيرني انه الدنيا بخير اي صدق هاي شنو اي ما شوفها بغير مطاعم اي كلش 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 احب هاي الفقرين اي فقر اتخبل كلش احب همين التشاي يكون كومبليمنتري همين التشاي إكرامية من المطعم استقانة التشاي العراقية المخدرة المهيلة اللي تخبل اللي تخبل ترى العراقيين كلش يحبون التشاي اني عدي بدخالتي اي مسوين غنية على التشاي ابنها عمرها ستة شهر اي تشربة تشاي تقول خطيئة راسة يوجعة بس تخفف لتشاي بالماء يعني هو دقيقة ما تشرحين انت غير تشرحين القصة عدل اي قابل هما راح يروحون يشربون اي يعني دقيقة مستمعين ومشاهدين خصوصا لعدهم جهال لا تشربوهم تشاي لا تشربوهم تشاي او شربوهم تشاي اي صديقتنا سمعها والتشاي يكسر الحديد بالجسم صدق هذا طفل بمرحلة البناء يحتاج الغذاء يحتاج الماء هذا يحتاج القديد لا 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 كل شي ما يصير بكم لا تطون الجهال شاي كل شي ما يصير بكم ها احا يصار بينه كل شي ما بينك جديات داحتي باعة ها خالة امتثال خالة امتثال جديات جاي احتي كل المستمعين ومشاهدين يعدهم جهال لا تطونهم شاي لانو شاي يكسر الحديد بالجسم زين شنو يصير الطفل 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 يشوفنا جاي نشرب شاي طول الوقت ايه فهو شنو يصير عدي يصير عدة فضول فضيعي زين الأطفال فضول عشان بذكاء انحل هذا الفضول وحنكة وحنكة عجبتني ها يا حنكة كلش عجبتني رح اضيفها لقائمة مصطلحاتي اللي رح اشفطها واستخدمها على الفودي والمليان زين فشنو يسوون يخففون يخففون يعني يخلون ماي بنكه حو خو يعني يعني بتخلص طبعا تخفف 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 اعزائي مشتهدين اي هاي الفقرة يعني كل كل يوم احنا نحاول انه كل تصوير حلقة نحاول نسوي فقرة الكلمات واحنا كل شي ما نعرف كلمات تعبانة اي اي بس على الواهس ويانا على الواهس اي ما عدنا شي نقول عش نسوي زين هسا رح اختبرتش واقلتش كلمات عراقية اي وتقول لي لي شنو معناها اول كلمة شفشير اعرفها شنو شفشير شفشير بس نسيتها اي لان اتي ما تطبيين الى المكان اللي بيت شفشير شفشير ما تطبينا لهذا المكان ما تطبينا فما تعرفين شنو شفشير شنو ما تبخي شفشير اللي يصبون بالأكل اي عافية مغرفة اي عافية ممكن نحتي لكم على قصة اي طبعا حبيبتي هذا البودكاست بودكاست اي مش تبايبي بتحاول تعلمني تطقص تطقص الى الان بصراحة الى الان مدى اعرف هتبطحة يعني ما يطلع الصوت اسوي الخطوات كلها بس ما يطلع الصوت ليش دي ربي اقولك انا شون اتعلمتها انتي شون هيش يطلع الصوت اتعلمتها من صديقتي العراقية ميسم تحية الميسم ميسم تحية الميسم علمتني بالمدرسة جنا بالنفس المدرسة زيان شون هتجيبين ايدة هيش زيان تطابقين ايدة سوية زيان وراها اليد اليمني اليمني هذا شنو اسم الاسبع ابهام اي ابهام اي تنزلين الابهام تلزمين الشف ما لاليد الثانية اي زيان و بالابهام ما لليسرة تلزمين السبابة زيان الثبتيها هيش ها هذاني الثلاثة ساندين على هذاني الثلاثة والابهام مطلوق زيان دقيقة اوكفي زيان باعي ما دا افتح اي 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 هيش باعي هيش هنا هم الفريق دي حاول ويانا لزميها هيش بزاوية بزاوية لزمي الكف دا لزمي مو هيش من هنا من هنا اي 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 لزمي هيش اقول لك خاف اي 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 Berg اي 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 pick او صوت او صوت و في تدريب وفي تدريب رح تتقنيها و في بدائي التدريب صعب وفض نصيحها اي او عبي ماي اقول لك عبي مايا ماي ماي بين السينك عبي ماي وسويها بال السينك بالسنك اي اي تطلع كليلي قوي برج صوج اي وراها تصنل الش سو يبل اي اي عزيزتي ها الحلقة راح نسميها هديل هديل تنور هديل تنير هذه الحلقة ها حبالتش قلبي ترى انا كل شي اتعلمت واستفاديت ها حبالتش قلبي استفاديت هميا اتمنى مستمعين ومشاهدين يكونون استفادوا اي اي اعفية ان شاء الله الحلقة القادمة اي زيان زيان اللي بعدها كلمة القادمة امرعبل هاي معرفة امرعبل انسان امرعبل اتا انسان امرعبل ترى اتي امرعبلة يا اني شنو اي هاي مسامعة وغرفتش امرعبلة انبهذل تقريبا شخص صغير هاي اول مرة اسمعها اني هميا خافض طلعت شاي تعبان يمكن كلمة ما حد يستخدمها هسي هسي كلمة ما حد يستخدمها الان بالمصطلحات بس ما ندري انا اللي قطعتها من جوجل طبيت على جوجل جوجل زي كلها صديقات مراعبل شخص غير منظم في عمله او ملبسه او اي نشاط يعني مبهذل او اي نعم مبهذل اي 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 خوش يعني شخص طعبان اي زيان حشاية طعبان حشاية طعبان اي مقطاطة هاي براية 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 اي زيان زنقين غني غني اي هذا زنقين 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 من عائلة مالة زنقين اي اي زيان اخر كلمة اي وهي كلمتين اي صاموت لاموت هاي معرفة لمو اخذة ما اخذة هاي حشاية طعبانة هاي معرفة صاموت لاموت هاي عينيها الشنو اي اي لا لا عيني معرفة زيان صاموت مدت فكرت شب كلمة نصمطت لا هاي نصمطت بالشمس لا صاموت صاموت صامون صاموت صاموت اي من الصمت فهي دلالة على الصمت التام وانقطاع الكلام صدو صاموت لاموت يعني طلعت وياها ماكو اي حشي بلصاموت غير متحدثة متحدثة اكو فدح جاية تعبانة اقول لكم اياها هاي غير متحدثة غير مرة ايه السم؟ كلش قاهرتني ايه زيان شن وشان ايه اني ترى ادي كلمات تهم بعض حشايتت تعبانة اوكي زيان اقول حشايتت تعبانة كل شيء تعبانة ايه هاي الحلقة تعبانة تعبانة زيان انا كنا طابعين انا ومهة مهة مهة وصديقة زيان ايه بدون ذكر اسمع بدون ذكر اسمع هاي صديقة جديدة زيان المهم راحت مهة رجعت على البيت وبقيت انا والصديقة هاي زيان فمهة كلش اجتماعية وتحتي انا موهة انا موهة ما احتي هواية خصوصا ويا الناس الجديدة ما احتي هواية احب استمع الاول زيان ايه لا تشوفون ايه لسانها هطول هطول بس لانا انا مرتاحة وياكم مستمعين ايه مرتاح وياكم غير بالحياة الطبيعية كلش ما تحتي ما احتي هواية احب استمع زيان فشن على موهة هاي الصداقة ناجحة المهم المهم عين لعشون فراحت مهة وبقيت آني ويا هاي الصديقة فشنو قلتلي على مودي يعني انو دا تطيني هيتي بوري تطني بوري شنو قلتلي قلتها غضط شنو اعتقد بوري ام يعني يعني مقلب مو مقلب مو مقلب او يعني على مودي هيت يعني انو 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 تطيني انو هيتي نغزى بس ما اعتقد هاي معنى بوري اي بوري اعتقد شون حتاية عبرانا غربت بوري يعني انتطني بوري وسحبت علي هيتي اي يعني ما اجدتي اي مثلا اعتقد اعتقد بس كتبو لنا اي اا يا شنو قلتلي قلتلي بس ماها خوش ابنية متحدثة وباعتلي هيتي انو متحدثة لوقتي ما تحكين بس عبادكم شنو عبادكم أنا نهزيت جبل ميه الزكري سكتت اكثر سكتت اكثر عاي شنو اي احد هيتي يطلع لحكاياتي واحكيوية لادادة غير البطالعويات تريد تحكي لعش السوون تقرون كتوب حصن حصين هاشبيتش كل شي ما حكي استمع من البداية كل شي ما حكي عاي شنو غير تريد تطلع تتونس اي اتتونس بس ما حب احكي أنا هواي لغوة تعباني احكاية تعباني اي انا كل شي احكي كل شي احكي كل شي اصولف يعني شنو تريدون انا احكي احكي بس هاي هديل اي حصن منيع اي ما تحكي هواية ما تلغي هواية ما عرفش بيها يعني هاي هميا تعتبر ترومة ترومة عدم التحدث ترومة التحدث و عدم التحدث اي اي زيان اتي شنو عدتش الكلمات تراشي اي تراشي شنو مفردتها تراشي ترشية اي تربيا تربيا هاي مالت الماترس اللي فوق ال لا كله اللي السرير اتخذ كله التخذ السرير السرير كله اي اي كنتور كنتور دولاب مالت الملابس زعطوت زعطوت يعني هي تشي طفل يعني طفل هي تشي يعني هميين تقوليها على الاكبار اي اي يعني زعطوتها كلش حاتشي زعطيت يعني حجاية تعبانة اي راح اغلس 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 يعني اطنش اي 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 هاي خوش حجاية اكلاوات اي اعرفها اي اكلاوات اكلاوات يعني حاتشي ما الى معنى او ما الى وزن او ما الى قيمة كلاوات كلاوات يعني اه تشذب اه انه كل كلاوات هاي طلعت كلاوات اي 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 اشمرها ترميها هاي شنوع هاي انت تخرجتي شكرا عزيزتي عيني هذا التخريج معتش كلاوات اي كومت شنو يعني كومت زين احنا شنريد من الدنيا زين هذا فيديو همين تلقو بالانترنيات كتبوا كتبوا شنو يعني كومت طبوا على الانترنيات وكتبوا شنو معنى كومت غير تتونسون الريد هم نحكي حشاية تعبانة شنو اكو حشايات تعبانة هنا باعي هنا بحضير الحلقة اي يعني شنو الصدمات تردين هايا بالصدمات اي بالكولتر شوك شنو اجدتي كولتر شوك بالعراق صدمات حضارية هايا كولتر شوك اي اي اول صدمة هي كلمة قلبي قلبي شبيها كلمة قلبي العراقيين يما قلبي شبيه قلبي يما قلبي شبيه قلبي يما قلبي شبيه قلبي اي العراقيين يكتبون القا بالكاف يقصدون عليها أكسون شبيتش خط فتحة هي تصير فمن تقروها عبالكم كلبي لأنه بالكاف وفوقها فتحة بس هم يقصدون قلبي فإذا أحد عراقي دزلك كلبي ما يقصد هذا الحيوان الأليف يقصد قلبي القلب مالت زيان أكوهم أحيانا ما يكتبون كلبي يكتبون قلب بس طير شنو بس أنا أحب أطمنكم إذا العراقي يريد يقولك هذا الحيوان يعني يسبك تكون واضحة لا يكتب بالجيم بالجيم فإذا صارت جيم هاي عركة هاي عركة إذا صارت كاف هاي رومانسية 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 أجواء زيانة أجواء خوش حتاية خوش حتاية إذا بجيم تلب مو خوش حتاية بكاف قلب خوش حتاية خوش آه خوش لا مو خوش إي وزيان أنا الكولتشر شوك مالتي هي كلمة مرأة إي مرأة يعني مرأة إي 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 يعني بس أنا شنو أنا مصرية إي من أسمع هاي الحتاية أحس مو خوش أبدا مو خوش بس يعني من 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 شنو هالحتاية تعباني من من أقعد ويا أحد عراقي وتقول هاي المرأة هاي المرأة راحت المرأة جدت هاي هاي المرأة بذاك القسم فأحس يعني تأولت شوية شنة الأول أخترع 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 اللي هو هاي شنو شنو تقول ليه شبيه ترى مو بس بالعراق كل مكان يقولون مرأة عادي اي بس اول مرأة أعرفها من عندك انه مصر ما يصير تقول مرأة اي ما يصير كلش عيب معناها مو خوش مو خوش مو خوش احشاية تعباني احشاية كلش تعباني مو خوش احشاية فهاي انتبهوا عليها من يصير اختلاط ثقافات انتبهوا عليها بس عادي من نفتهم شنو السالفة تزول هذه الاختلافات زيان اي هاي عدتش هاي هنا كنكت كنكت اي اكو هم كلمة ثانية ما اعرف بس من يقولون كنكتد يعني اريد اكنك اريد اربط البلوتوث كنكت على البلوتوث كنكت على ال على الهوتسوات على الانترنيات كنكت على الواي فاي زين اريد كنك شو بك لو ما شو بك كنك لو بعض هاي بالنسبة إلي كانت هم كلتش شو كل شبيرة يعني هاي بن خاطي اي هاي شنا اريد اكنك هم تطلع تعرفين شو كنت يقولوها شو كنت مثلا اذا قلت اح شاية اح شاية شاية متعبانة متعبانة ومفتهمت اي انت مفتهمت مفتهمت شنو اقول هاي بعدها ما كنكت اه اي ما شبكتي اي انو الحشاية هي تشبكين على الحشاية فما كان كنكت ما سويتي كنكشن اي زيان اني بصراحة اكثر شي احب اللهجة العراقية بالانجليزي الانجليزي لان احنا دكاترتنا كانوا كلهم كانوا عراقيين اي فاني جرست الطب اسنان بالعراقي الانجليزي انفلاميشن in the seal in the seal come to my office on the lift on the lift السنة كاملة انا وهدي لي يعني السنة الاولى نحش انجليزي مصري السنة ثاني نحش انجليزي عراقي the patient complaining what is the complaint of the patient the patient has inflammation in the seal in the upper molar in the molar in the upper molar you will need to do surgical extraction اي سيارجي 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 اي اني يعني بصراحة اي اكثر شي تونست بي بالجامعة اللهجات المختلفة مادة كاترة يعني عدنا كان اكو دكتورة مصرية ودكتور عراقي ودكتور هندي ودكتور شنو بعد سوري سوري كل واحد يحكي انجليزي باللهجة مادة فاحنا شنو نحفظ المادة باللهجة مادة الدكتور اللهجة سوري يعني كان برنامج تلفزيوني اني وهدي لشن نحفظ كل شن انترتيانمنت شن انترتيانمنت خوش حجائي انترتيانمنت خوش حجائي الاسد ليس له اسنان الاسد هذا همين فيديو يونس بالانترنت كتبوا ليس له اسنان الاسد هزا خصة فقراتنا كلها اكتعبانا والموتعبانا خصة فلوسكم طبعا بالعراق من احد خصة حجائتنا ينخلص الفقرة مات يقولولا خصة فلوسك يلا باي يلا باي اتمنى انه هاي الحلقة تكون نالت على اعجابكم ولا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب ولا تنسونا التقييم كتبونا بالتعليقات شنو رأيكم بالحلقة يعني احنا كلش متونسين احنا متونسين احنا تونسنا هواية هواية تونس كلش هواية متونسين ايه ولا تنسونا تكتبولنا بالانستغرام مو تليجرام انستغرام بالانست كتبولنا مزيئ ايه شنو مشاكلكم شنو بلكي لا خل ما اقول بلكت بلكت ايه هاية نذكركم بها كل حلقة ايه لان اقري فدح شاية تعبانة فدح شاية رح تطلع حشاية تعبانة ان شاء الله ما رح تكون تعبانة ايه يعني شنو احنا احنا نزوك شاية مو تعبانة اريد حتي اعتذر عزيزتي كتبولنا بالانستغرام دزولنا على صفحتنا بالسوشال ميديا دزولنا بودكاستون كتبولنا بالرسائل فقرة الرسائل كتبولنا مشاكلكم شنو ايه زيان وعلي بس على ضمانتي سووهي تشي بس اوكي ولا تنسون تسوون تقييم شنو قليلهم اريد نسوي فقرة شنو اقللهم احنا احنا غير تطيهم تفاصيل زيان اطيهم عيني تفاصيل انا اريد غموض احس الناس تحب الغموض شنو الغموض بس ما رح يعرفون الشون يشاركون اشياء غامضة ايه لا دقيقة خل دقيقة اوكي قلي اوكي اريدكم عيني بلا زحمة بلا زحمة اريدكم اطبونا على الانستغرام طبو وينكو عندكم مشكلة عاطفية بالشغل ويا العائلة كل شي كل شي تكتبون هاي المشكلة بالتفاصيل بالتفاصيل وطبعا لا تخافون لان احنا عندنا الخصوصية توب سرية تامة توب توب احنا ابد 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 ما راح نقول اسماء ما راح نقول اي شي طبعا مو ما ليت حتشاية ايه هاي حتشاية تعبانة مو ما لها السوالة في تعبانة ايه احنا خصوصية توب ايه كتبونا كل شي ايه ايه اتخافون واحنا هاي القصص راح نعتمدها بالموسم الجاي و راح تكون حلقات منفردة حلقات منفردة راح نستخدمها بطرق مختلفة ايه ترقبوها ترقبوها ايه ويالله ايه زين شكرا اعزائي اشوفكم بالحلقة القادمة باي اشتركوا في القناة